اخرج حسن نصر الله من قصر بعبدة افتتاحية العميد احمد عبدالعزيز الجار الله ان اختار الرئيس اللبناني مشال عون اعلان الحرب على المملكة العربية السعودية والتحريد عليها فهذا يعني بوضوح تبنيه موقف حزب الله باعتبار سعد الحرير محتجزا وموقوفا وحريته محددة في مقر احتجازه وقوله الاحتجاز عمل عدائي ضد لبنان وكان المتحدث هو حسن نصر الله وليس رئيس الجمهورية اللبنانية يقول العميد الجار الله ان عون بموقفه هذا يحرق صفن الانقاذ في علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون ويرتمي في الحضن الايراني ناسفا كل ما اكده مرارا حيال تبني النائي بالنفس عن الصراعات الدائرة في المنطقة هذا النائي الذي يفصله وزير خارجيته جبران باسيل على مقاسات مصالحه فمر ينأ عن قرارات عربية ضد الممارسات الايرانية واخرى يصوت ضد السعودية والدول العربية ويتابع العميد الجار الله بالقول يبدو ان تجربة عون السياسية مبنية على فكره العسكري غير انه في ذلك ايضا اخطأ الهدف فقد دل على قصر نظر سياسي لا يستقيم مع ثوابت اللبنانية التي يعمل حزب الله على تغييرها لمصلحة المشروع الايراني وتعرية البلد من درع الحماية العربية وهنا لابد من الشهادة ببعد نظر الحريري الاكثر حداثة من عون في العمل السياسي ففيما كان الحريري اكثر عقلانية في مقاربة الوضع وحرصا على مصلحة بلاده وابعدها عن الايران المشتعلة في المنطقة اختار عون التهور واخحم لبنان في عين العاصفة معننا تخليه عن الضمانة العربية للاستقرار ايه السعودية التي منها ولد اتفاق الطائف واخرج لبنان من الحرب الاهلية العبثية وهو بتحريده عليها فانما يحرد على دول مجلس التعاون الخالجي كافة يعتبر العميد الجرال انه ليس من حاجة الى اعادة تذكير بما قاله الحريري عن دور المملكة الايجابي لجهة درء المخاطر عن لبنان واطلاقه الصرخة الحرية من الرياض لتأكده اولا ان مثل هذا الامر لا يمكن حدوثه في بيروت بظل الوضع الحالي فيما تجربة مايو 2008 ماثلة للعيان وهي كانت ردة فاعل يومها على اقل من ذلك فكيف اذا كان اطلق زلزال الصدمة الايجابية من العاصمة اللبنانية يرى العميد الجرال انه خير انفعل سعد الحريري في رده الفوري على عون وامي انه بالف خير في المملكة وعائد الى بلاده قريبا اما ما يحاول وزير خارجية التيار العوني التسويق لا فيما يتعلق باسرة الحريري لبما فاته ان رجل لديه جنسية سعودية تماما كما ان لدى نصف نواب بسير جنسيات اخرى وليس مستبعدا ان يكون هو ذاته ايضا لديه جنسية فرنسية اما اسرة الحريري فتعيش في بلدها وحكام المملكة ليس صدام حسين او معمر القذافي كي يتخذوا من اسر المسؤولين رهائن لكن يبدو ان الانتفاضة الحريرية افقدت ميشيل عون القدرة على تحديد الوجهة الصحيحة فعاد الى ثقافته العسكرية ليقصف عشوائيا غير عابئا بلبنان الذي لا شك سيكون الضحية الوحيدة لهذا القصف يتابع العميد الجرالة بالقول بعدما اعلنه عون وجب على اللبنانيين اخراج المدفعي العشوائي من قصر بعبدة اذ يبدو انه يريد استدراج حرب على بلاده على شكلة تلك التي اخرجت في العام 1991 منه بعد حرب تدميرية خاضها طمعا في الكرسي الذي لم يحافظ عليه حين وصل اليه بتأسوية مباركة من المملكة العربية السعودية التي يعلن عليها الحرب اليوم يختم العميد الجرالة يبقى الناس الرئيس اللبناني المتسرع بالقصف العشوائي من مدفع حزب الله ماذا سيكون موقفه بعد تأكيد فرنسا ان الحريري قبل دعوة الرئيس ماكرون زيارة باريس اضافة الى تأكيد الوزير عادل الجوبير ووزير خارجية فرنسا ان الحريري حر في تحركاته في كل الاحوال لو تمعنا في بيان استقالة الحريري لوجد شروطه عونا له في اثبات انه رئيس جمهورية قوي فوق كل الاستفافات الداخلية والاقليمية لكنها الرعونة السياسية التي اعيت من يداويها اشتركوا في القناة